هو الخليل وفى لربي واملا بلا إله إلا إله أهلا بكعبة بلغة وبلغة بلغة على نبينا وعلى إله سلم أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم عبر قناة الأنيس الفضائية ومن خلال برنامجكم تربية الخليل إبراهيم عليه السلام بعد أن من الله عز وجل على إبراهيم بالنبوة بدأ يدعو قومه كغيره من الأنبياء وبدأ بأقرب الناس إليه وهو أبوه الذي كان مشركا وكان يعبد الأصنام وقد صور لنا المشهد القرآني هذا الحوار البديع الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وأبوه آزرة حين قال الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرة يعني أبو إبراهيم كان اسمه آزرة وقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يدعو آباه الذي كان يعبد الأصنام تصور هذا الموقف العجيب من إبراهيم عليه السلام الذي أراد أن يكون أبوه مؤمنا وأن يبدأ بأقرب وأعز وأحب الناس إليه وهو والده فقد قال الله عز وجل في محكم آياته واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا نعم كان نبيا وكان صادقا وكان يتودد إلى أبيه حتى يدعوه إلى ترك عبادة الأصنام التي لا تسمع ولا ترى ولا يغني عنها شيئا إذن هنا تودد إبراهيم عليه السلام في هذا الحوار مع أبيه آزرة حتى يدعوه إلى عبادة الله عز وجل فبدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام يستعمل أرق الكلمات في دعوة أبيه إبراهيم فلم يقل يا أبي ولم يقل يا والدي وإنما قال يا أبتي يا أبتي فكان دائما يتودد إليه بهذه المشاعر ويقول يا أبتي حتى يترك عبادة الأصنام يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك هنا إبراهيم عليه السلام يشرح لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يعلم به أبوه وأن تلك العبادة التي كان يعبدها من الأصنام التي لا تغني شيئا التي لا تسمع التي ليست كما عبادة الله عز وجل وهي العبادة العظيمة العبادة التي يتقرب الناس بها إلى الله عز وجل فكان إبراهيم عليه السلام حتى وإن كان أبوه مشركا رغم ذلك فكان دائما يحرص في كلماته في حواره في دعوته إلى أبيه آزرا كان يدعوه بالتي هي أحسن يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان لله يعني عدوا كان دائما يشرح له ويقول له أنك تعبد يعني هذه الأصنام وهذه الأصنام من عبادة الشيطان والشيطان دائما هو عدو الله عز وجل فكان دائما يشرح له ويتودد إليه ولكن كان رد آزرا لإبراهيم ابنه شديدا فكان يقول له آزرا أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم انظروا إلى ذلك الرد من آزرا لإبنه إبراهيم أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يعني كيف ترغبوا كيف تستحصي أن لا تؤمن بآلهتي وصممي وكل ما أعبد وأنت ابن المقرب إليه فكان الحوار بينهما من يتودد إبراهيم عليه السلام الذي كان يتودد لأبيه آزرا وآزرا الذي كان عكس ذلك كان شديدا مع ابنه إبراهيم رغم ذلك لم يستسلم إبراهيم وكان يدعو أباه ويقول يا أبتي قد جاءني من العلم ما لم يأتك يعني ما أعلمه أنا لا تعلمه أنت أنا نبي وأعلم أن هذه عبادة الأصنام هو شرك عظيم فهذه من خلال هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام وبين آزرا انظروا تلك المعاملة الراقية والمعاني السامية التي كان يحاور بها إبراهيم عليه السلام رغم أن أبوه كان مشركا إلا أنه كان يتودد إليه ويشفق عليه لأنه كان مشركا ونحن نعلم كلنا أن الشرك هو أمر عظيم لا يرضاه أحد فكان يتمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون أباه مؤمنا أن يكون أباه صادقا أن يقف بجنبه وأن يطيع الله عز وجل فما أحوجنا لمثل هذه المواقف أن نتعلم من حوار سيدنا إبراهيم مع أبيه أن نتودد إلى آبائنا أن نبرهم أن نحسن إليهم أن نتلطف إليهم مثل ما تلطف إبراهيم لأبيه آزر وهو يدعوه ونحن كذلك في حياتنا اليومية نحتاج لهذه الأساليب اللطيفة لهذه الأساليب الراقية في الدعوة كما كان يفعل نبينا وحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعم فيه الرحمة وفيه المودة وفيه الحب وفيه الدعوة فنحن علينا أن نتناصح بيننا وأن نوجه لجميع يعني من نريد أن نهديه إلى الطريق المستقيم من نكون سبباً في هدايته من ننصحه أن نتعامل معهم بحب أن نتعامل معهم بأسلوب نراقي كما فعل سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لنهار اليوم نلتقي في حلقات أخرى من تربية الخليل إبراهيم عليه السلام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هو الخليل وفا لربه وابنا بلا إله إلا وإله أهلا بكعبة منغة ومن لغة بدعة على نبينا وعلى الله سلام ترجمة نانسي قنقر